احنا شايفينه يوم بعد يوم ويا رب يهونها عليهم وجينا للخبر الصعب طبعا خبر مفجع جديد لزميل العزيز واقل الدحدوح يمكن ناجله الثالث وهو الأكبر وهو أيضا يعمل صحفي حمزة استشهد النهاردة في قصف للسيارة اللي كانت ماشية بيهم وماشية كمان مكان معاه مجموعة من الصحفيين وآخرين في شمال قطاع غزة وكان من ضمن الناس اللي توفيها واستشهدها على الفور بعد هذا الاستهداف المباشر للعربة بتاعتهم هو أيضا أحد الصحفيين المعروفين جدا ومجموعة أخرى من الناس اللي كانت موجودة في هذه السيارة وقال الدحدوح أنا يعني أنا عايزة أقولك رسالة من هنا أخجلتنا بكل هذا الصبر أخجلتنا بكل هذا الكرم من أخلاقك وصبرك وأدائك القوي لمهنة صعبة مهنة البحث عن المتاعب لكن مهنة في وسط الموت والدمار أكيد ما هواش سهل أبدا أرجوك ابكي لأن عزيزة علينا ما نشوفكش بتبكي بهذا الصبر الكبير بعد كل الفقد 13 شخص من أسرتك وتلاتة من أبنائك وزوجتك كتير قوي البقاء والدوام لله ونحتسبهم عند ربنا شهدوا في الجنة بإذن الله وقلبنا مع كل أهل غزة ومع صديقنا العزيز وقال الدحدوح ترجمة نانسي قنقر